اخر حاجة عايز اختم بها الجزئية دي قبل ما اطلع للفاصل وهي متعلقة بملعب التتش لان الناس بتتكلم بدون معلومة وما عندهاش تفاصيل الاخبار الرسمية اللي جاية ان الفريق لما يرجع ويستاني في تدريباته ويستاني في تدريباته يوم الاربع اللي جاي في ملعب التتش يبقى فكرة ان ملعب التتش مغلق للصيانة والتدريبة هيكون في مدينة نصر وان ملعب التتش محتاج شغل كتير كالعادة للأسف الاخبار دي كلها بتبقى غلط وبحس دايما ان الناس عايزة تصدر صورة سلبية على ملعب ليه تاريخ كبير جدا في الرياضة المصرية وفي الكرة المصرية وفي النادي الاهلي وملعب مختار التتش لا هسمع امور فنية من المسؤولين مثلا عن صيانة الملعب عشان الناس ما تقولش اللي احنا بندفع عن نفسنا لا فاكريني الشركة الايطالية اللي جات زارة مصر وكتليها زيارة خاصة للنادي الاهلي عشان تشوف مرافق قطاع الكرة في النادي الاهلي هل حد فاكر يسأل او يتواصل مع الشركة الايطالية عشان يعرف ان طبعاتهم عن مرافق القطاع في النادي الاهلي واللي كان ابرزها مثلا ملعب التتش يمكن الشركة الايطالية بعد الصفر من القاهرة لفت في العديد من الدول الافريقية وهم اليومين دول او في الساعات الحالية المفروض موجودين في جنوب افريقيا عشان يشوفوا مرافق سانداونز عشان الاستعداد لانطلاق دوري السوبر طيب انا على المستوى اللي الشخصي قدرت اتواصل مع احد المسؤولين في الشركة الايطالية ولو حد خد باله ان الشركة كانت ممثلة في حوالي اربع خمس افراد كل واحد كان ليه دور احد الافراد اللي كانوا موجودين دوره كان ارضية الملعب وارضية ملعب التدريب زار استاد القاهرة ودى كونفيرم على ان استاد القاهرة هيستضيف مباراة الاهلي في دور السوبر وزار ملعب التتش وقال كمان ودى كونفيرم على ان ارضية ملعب التتش تكون ملعب تدريب رسمي للنادي الاهلي والفرق المضيفة اللي ممكن تيجي كمان تلعب مع الاهلي لو حابت تتدرب على ملعب التتش قبل مواجهة الاهلي في دوري السوبر ملعب التتش ناس قالت ان محتاج من اربع الى ست شهور للصيانة المفجأة ان لما سألت وانا مش عقولي الجنسية عشان الناس ما تعرفش مين اللي كان تحديدا موجود في الشركة الايطالية اللي مسؤول عن جزئية الملعب ولكن هذا الشخص كان موجود في 2019 ودى كونفيرم على ملعب مصر في كاس القومة الافريقية وكان شغال مع الاتحاد الافريقي هل ملعب التتش ممكن يحتاج صيانة بالست شهور وبالتلات شهور الملعب التتش بالزبط واحد وعشرين يوم اذا كنت عايز توصل لدرجة معينة من النجيلة اللي بتتلاعب عليها دلوقتي مباريات كأس العالم نحتاج بالزبط واحد وعشرين يوم وبالتالي كل الكلام اللي بيكتب في السوشيال ميديا غلط ملعب التتش اذا فكرت انك تعمل تطوير وصيانة وان ارضية الملعب تبقى مضاهية لملعب التدريب تبقى لمعايير الفيفا اللي بتتلاعب عليها تدريبات ومباريات كأس العالم بالزبط يحتاج واحد وعشرين يوم ليس هناك فكرة بقى الانتقال الى مدينة ناصر الانتقال الى الشيخ زايد الملعب محتاج يتفور من اول وجديد الارضية محتاجة ست شهور والله العظيم كل الكلام ده غلط وبكلام ومعلومات رسمية وموثقة من مسؤولين عن ارضية الملعب لدور السوبر واحد وعشرين يوم عموما مع قرب مشاركة الالف دور السوبر اكيد هتشوفه ترتيبات معينة بالنسبة للملعب التتش وبالنسبة لمرافق قطاع الكرة اللي خدت موافقة رسمية على مشاركة الالف دور السوبر الافريقي خلال الفترة اللي جاي